وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بموصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذية لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية حيث شدد رئيس السيسي على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول حالات التصالح حيث تم استعرض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية اشتركوا في القناة